اعطيكم العافية طالبات العلمي كيفكم ان شاء الله اليوم رح نكمل درسنا في الكيمياء واللي كانت تحكينا عن المركبات الهايدروكربونية وبلشنا في تسمية الالكانات اليوم ان شاء الله رح ناخد ونكمل عن تسمية الالكينات الالكينات اللي كانت تحتوي على رابطة ثنائية فانا كنت اميز الكان الكين الكاين بالنسبة للرابط الموجودة فيها الكان رابطة اوحدية الكين رابطة ثنائية والكاين رابطة ثلاثية تمام فاللي منيجي عنا للمركب الهايدروكربوني لامامنا هاد احنا متعودين ان ندور على اطول سلسلة كربونية وهيها موجودة معاي بهذا الشكل هاي هي اطول سلسلة كربونية هل احنا كان امامنا خيارين يا ما بلش اسمي فيها من اليمين او من اليسار حسب اقرب تفرع صح هلا امس عندنا هون صار في عنا اختلاف في الالكين ليه هلا امس انا عندي هون شرط الزامي انو انا لازم ابلش اسمي فيها من عند الاقرب للرابطة ثنائية تمام فما بصرش اسمي انا واحد اثنين ثلاثة اربعة هاد خطأ لانه من هون منصفي بعيد لازم احنا ندور بان عندنا رابطة ثنائية ومن عندها نبلش نسمي في رابطة ثنائية موجودة عندي هون فبحكي انا معناته التسمي راح تبلش من هون او الترقيم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة يعني بنتين بنتين صح وكونه الكين اذا بنتين تمام هلا شوف شو راح نسمي كالعادة واحد اثنين منشوف احنا اللي عندنا هاد ايش عبارة عن شو عبارة عن مثل صح ولا لا هاد اللي التفرع اللي عندنا الصغير مثل على اي ذرة موجود على ذرة الكربون الرابعة اذا راح يكون عنا تسميته كالتالي هلا ميس انا موجود عندي هوني على رابطة الاولى وهي ذرة الثانية هاي عنا بناتهم في عنا رابطة ثنائية طب يا ميس انا وان اكتب يعني على اي ذرة كربون احكي موجود على ذرة الاولى ولا على ذرة الثانية منحكي مز دائما منختار الرقم الاقل تمام هاي موجود بين الاولى والثانية اذا بختار واحد اذا كان موجود بين رابطة ثنائية موجودة بين ذرة الكربون الثانية والثالثة بختار تنين فدائما احنا منختار رقم الاقل بناءنا هل الكلام راح يطلع معاي اسمه هاي ع ذرة الرابعة في عندي اربعة في عندي مثل صح ولا لا عندي الذرة الرابعة في عندي مثل تمام وعندي الذرة الاولى هيها في عندي ايش انا رابطة ثنائية لمين للبنتين فبقى حط عندي الرابطة الاولى في عندي بنتين كونه الكين تمام اربع مثل واحد بنتين هذا بالنسبة للمركب لهي دور كربوني اللي امامي ناخد مثال ثاني يلا يمس ناخده سوا هاي عنا مثال ثاني هاد نبلش مس نعد عنده هون ندور دايما على اطول سلسلة هيدرو كربونية هاي في عنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة هاي هي اطول سلسلة هيدرو كربونية طب مثل هون ابلش ابلش تعد من هون ولا من هون تعال نشوف مس حسب رابطة موجودة عنده هون تعال لها واحد اتنين ثلاتة اربعة موجود بان الزر الثلاث وربعة طب نشوف هون واحد اتنين ثلاثة اربعة طب كمان هون موجود بان الزر الثلاث وربعة طب شلح اللي امس هون بنحكيلك مس بهاي الحالة لما يكون عنا من اليمين النيسار نفس العدد بالرابطة ثنائية بنروح منبلش من عند الاقرب للتفرع اذا هون بكون امامي خيار ثاني هي اقرب للتفرع اللي هي منبلش من عند هون اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي هو هاد عبارة عن هكسين يا ميز صح زي ما احنا متفقين انه هكسين